حدتوا الاعتراضات وكثرتها قبل جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة خطة الكهرباء تحولتا إلى موافقة مبدئية تخضع لشروط محكمة وأبرزها اعتماد مبدأ المناقصات ودفتر الشروط خصوصا في مخص الباخرتين التي يخشى البعض وانضمامهما إلى فاطمة جول وأورهان باي فيلم شمل العائلة أكيد المناقصات ليست شكلية وهي جدية وفي جدية تامة من قبل مجلس الوزراء وطبعا التزام أساسا بهالحكم بالشفافية وبالإجراءات الأساسية نحن بانتظار المناقصة أن تحصل بانتظار نتائجها ويقر ذلك مجلس الوزراء مهل الزمنية تعدلت بالنقاش داخل مجلس الوزراء صار فيه تعديلات على القطة لحتى ما نستخدم البواخر دقيقة أكتر من نحن بحاجة لإله والترحيل البواخر بأسرع وقت ممكن أن حل البواخر ليس حل سليم هو حل مؤقت ويجب أن يبقى مؤقت هذا في البند الأول الذي كان من أكثر البنود إشكالية الخطة الإنقاذية تبدأ باستئجار بواخر جديدة صف في 50% من طاقة لبنان الكهربائية بين باخرتين الأدام و باخرتين الجداد بتحت رحمة شركة تجارية خطة إنقاذية لصيف 2017 هو العنوان العريض إلا أن المهلة الزمنية لدخولها حيز التنفيذ ستطول حتماً مع فتح باب التعديلات عليها السرعة مهمة ولكن السرعة لا يجب أن تكون على حساب الإجراءات والشفافية أي زيادة أو تعديل بالتعرفة سيحصل وحصد ما نوقش في منزل الوزراء سيحصل كل ما زاد الإنتاج وزادة ساعات التغذية تدريجياً في السابع من تموز 2017 تبدأ زيادة التعرفة على الكهرباء بحسب خطة الوزير سيزار أبي خليل لكن أحداً لم يحدد في أي يوم يصبح لبنان آن لايال سعد قناة الجديد